والسلام عليكم كيف حالكم تشلتكم طيبين خلان نزل اهلا وسهلا بكم بفلوج جديد ترى هذه الاكياس ينفع الواحد يسوي بها وزن لانها مرة ثقيلة واليوم جا اليوم واخيرا اللي اوريكم فيها المشتريات اللي اشتريناها من سوق او من مول دبي في الجمعة البيضاء فلاقينا تخفيضات مرة حلوة بعض الاشياء على تخفيض 50% بعض اشياء 40% اجماعة في كيس هناك ورانا سيتو خلينا اجيبه ايوه الحين نقدر نبدأ فزي ما انتو شايفين امس كان يوم حافل ما اشاء الله اخذنا اشياء كثير فزي ما شفت حبايبي بالفلوج الاخير رحنا على مول دبي وتسوقنا فيه واشترنا اشياء مرة جنن فاللي فاتوا هاد الفلوج رح تلاقو بي صندوق الوسط اضغطوا عليه عشان تشوفوا الاجواة كيف كانت والزحمة في دبي مول ولاني عارفة انو فلوجات المشتريات جدا تعجبكم فقررت انو اوريكم الاشياء اللي اشتريتها فقبل ما نبدأ حبايبي لا تنسوا تدعموني وتسولي لايك كبير هذا الشيء جدا يشجعني الحين رح اجرب كل الاشياء اكتبوا لي اخر شيء بعد ما تشوفوا كل الاشياء علي وعلى قليل ايش احلى قطع عجبتكم ويلا نبدأ فاول ملابس رح نبدأ فيها من اليسي واكيكي طبعا اليسي واكيكي يفوز بالخصومات كان عليه خصومات 50% على كل القطع بدون استثناء فصراحة اتوقع اكثر محل قشينا منه اليسي واكيكي فخلونا نشوف ايش اشياء اللي اخدتها طبعا الي يعرفني يعرف انه انا اموت بالجاكتات الجينز فاندي اسود وعندي الجينز العادي الدنم فلاقيت هذا الجينز الجاكت الجينز اللي لونه رمادي وصراحة اعجبت فيه تعرفوني اموت بالجاكتات كل الاشكال وخصوصا اذا كان جينز فهذا هو الجاكت زي ما انتم شايفين جدا جميل حلو واتوقع انه يبغالو يابنطلون جينز اسود او رمادي حيطلع حلو لانه كذا الانوان مو متناسقة فاخدت هذا من اليسي واكيكي واكيد هتسألوني على الاسعار فخلوني اشوف طيب السعر 150 هذا قبل الخصم وكان عليه خصم 50% فسعره حيكون 75 درهم صراحة السعر مرة حلو لانه جاكتات الدنم هذي تيجي سعرها 100 وفوق طبعا انا اتوقعت انه هنا هلاقي ملابسي ولكن انصدمت انه كل اللي بكيس ملابس عبد الرحمن فعبد الرحمن امس ما شاء الله يعني حق السنة اللي قدامه كده الرجال ترى يقضوا اتوقع مرة بالسنة يا للعيد يا في الخصومات فعبد الرحمن امس كان يوم التقضية وهذا الجاكت التاني اللي اخدته برضو جاكت دنم بس لونه اسود برضو نفس السعر بس هذا اخدته شوية واسع لانه صراحة ما لاقيت المقاس اللي ابغاه فقلت لا اخد بس حتى ان شاء الله يكون واسع لهم اني اخده فهذا حيليق مع بانطلون جينز اسود سيطلع مرة مرة حلو واخد هذا التي شيرت من السي وكيكي برضو سعره 39 بعد الخصم اتوقع سعره صار 20 اموت في تي شيرتات اللي تيجي كده نصكم وبنفس الوقت فيها شي مبطن هنا تكون مرة حلوة فخليني اجربوا الان لكم وهذا هو التي شيرت الابيض مرة مرة حلو احلى شي في انه مبطن من هنا فالاكتاف مرة واقفة فتمنيت صراحة اني الاقي كل الالوان لكن ما لاقيت الا اللون الابيض فمرة حلو هذه التي شيرتات اللي تنفع تلبسوها فوقها جاكت يعني انفع معها اي شي التي شيرتات البيضة اللي لونها سادة لازم تكون مع كل بنت الان نيجي لماكس اول شي اشتريت وصراحة اكتر شي عجبني يمكن من المشتريات كلها هذا جاكت جلد طبعا الان في الشتة هذا جدا رائد تيجي كوبوساتي من الجلد تي شيرتات من الجلد من الجلد بانطلونات من الجلد فمرة اعجبني اتوقع مع الليجن اسود و تي شيرت ابيض حيطلع مرة حلو مرة طويل يعني انفع للمحجبات حيطلع مرة حلو عليهم شايفين قديش طويل كمان تقدروا تقفلوه تيجيكم هذه الازارير و تربطوا الحزام بهذا الشكل مرة مرة حلو وهذا الجاكت ما كان على عرض فاخدته بمية وعشرة درهم و من ماكس كمان اخدت هذه البيجاما بيجاما كده خفيفة للبيت لونها بينك مرة حلوة واحلى شي انه كمها طويل صراحة تكسلت اني البسها بس كده حوريكم يعني هو نفس القماش بنطلون وهذا يجي سيت كامل زي ما انتو شايفين مرة حسه حلوة للبيت و مرة باردة بجام مرة حلوة مرتبة و كان عليها تخفيض اكيد سعرها 45 درهم وهذا التيشرت بالكم الطويل اخدته من محل سبلاش سعره 35 درهم ما كان عليه اي عرض هذا النوع من البادي صراحة مرة حلو وعملي ينفع يكون كده يتلبس مع جينز مرة حلو يطلع ينفع عليه جاكت تنسقه يعني تقدر تنسقه بشكل رسمي وتقدر تنسقه بشكل كاجول فاتوقع هذا والتيشرت الابيض لازم يكون عند كل بنت لانه جدا جدا من اساسيات الملابس طيب جماعة انا افوت هناك هم كيس من السي وكيكي بما انه قلت لكم قضينا من السي وكيكي كثير كمان اني ماخد هذا القميص قميص لونه يجنن لونه كده سماوي و بنفس الوقت ما ادري هذا اللون غريب شوفوا اللون مو سماوي كده سماوي غامق شوفوا ان شاء الله يبان لان الان واكفة مر بعيدة للكاميرا بس ابيين لكم قد ايش طويل و حلو يعني ينفع للمحجبات ينفع هذا يتلبس في كثير بنات اشوف هم يلبسون فستين قصيرة و يلبسوا عليه قميص ولكن انا افكر اطقموا كده انه يكون بانطلون مع تيشرت ابيض سادة وعليه هذا القميص من فوق يعطي كده جمال و بنفس وقت يعطي لون مرة حلو فكان سعرها سبعين و بنص السعر يعني صار سعره 35 درهم مرة حلو صراحة بما ان كنا نتكلم على القميص السماوي اخدت زيه بس لونه وردي شوفوا اللون شوفوا جمال اللون شوفوا من قدام طبعا من وره يجي اطول من قدام اقصر مرة حلو لونه يجنن يجنن لونه وردي كده فاتح و حلو مرة عجبني سعره خلينا نشوف كم سعره 79 درهم يعني طلع حوالي 39 درهم او 40 درهم واللي بعده برضو من السي و كيكي سعره 80 درهم طلع لنا ب40 صراحة هذا مرة عجبني انا ايش لون اسود مع الدهبي اموت فيه فشوفوا هذا الكاردغن بس هو مو طويل شوفوا الجمال شوفوا الجمال مرة مرة حلو شايفين الازارير قديش حلوة شوفوا جماشه كيف صوف و من السي و كيكي اخذ هذا التيشرت الاسود السادة سعره 34 يعني طلع حوالي 16 او 17 درهم مرة حلو سعره و زيب انتو شايفين قصة الرقبة هذا فينيك مرة اموت فيها وهذا هو التيشرت الاسود تيشرت سيمبل عادي و مناسب تلبسوا كده تلبسوا بشكل رسمي مرة حلو في منه الوان اتوقع ابياض و كده بس المقاسات كانت مخلصة فعشان كده اخذت الاسود بس كمان سعره مرة حلو و اخر شي خدته من السي و كيكي هو هذا الحزام كان ب 24 و صار سعره ب 12 درهم بس خلوني اجربه الان و وريكم كيف اوكي حبايبي وهذا هو الحزام عجبتني صراح حركة حركة الحلقان هذول الذهبية مرة حلوة بس اتوقع كان مفروض اخذ مقاس شوي اكبر اوكي بانطلون اسود اسمه فلير هذا النوع من البانطلون او ستايل البانطلون يجيكم ضيق و من تحت كده واسع فما عندي صراحة ولا بانطلون بهذا الستايل فقررت انه اجربهم وصراحة عجبني باللبس و سعره ب 169 درهم ما كان عليه اي خصومات او عروض طيب يا جماعة هذو البانطلون لازم ابعد اه بعد شي عشان تقدر تشوفوه ان شاء الله يكون واضح بس شوفوه من تحت كيف واسع يعني مو زي البناطي العادية من تحت زي كده زي النفشة فيه ستايل صراحة غريب هذا ستايل التسعينات اتوقع الثمانينات كده كانوا يلبسوا سبحان اللهان موضة التسعينات ترجع قاعدة بشكل مرة قوي اوكي حبايبي والحين نيجي لسنتر بوينت سنتر بوينت كان عندهم خصومات بس برضه مو على كل شي على بعض الاشياء فاخدت بنطلون جينز ابيض سادة كده اسمه ستريت يعني يجي لكم ما في اي قصة اي ملامح البنطلون يجي كده ستريت سيدة على طول البنطلون وسعره سعره بتسع وتسعين درهم زي ما انتو شايفين حبايبي قصة البنطلون سيدة كده ما له اي ملامح حلو عجبني انه واسع وهذا مرة حلو بالبناطيل انه صراح ما حب البناطيل ويجي كده وهذا كمان ينفع المحجبات حيطلع مرة حلو مع المثلا القميص الوردي هذا مع تي شيرت ابيض برضه والقميص الوردي تخيلوا الان تي شيرت ابيض مرة مرة حلو اوكي من سنتر بوينت كمان اخد تي شيرت اللون يا جماعي جنن والسعره كمان كان مو غالي سعره بتسع وعشرين درهم شوفوا لونه لونه كده بيج سكري مرة حلو وهذا تي شيرت زي ما انتو شايفين تي شيرت سيمبل وبنفس الوقت مرة حلو شوفوا الرقبة كيف موفي عادية كده صراحة جدا عجبني احلى شي اللون وكمان اخد تي شيرت من سنتر بوينت برضه تسع وعشرين درهم لونه اسود وعلى كده زي الديزاين هنا فالحين هجربه معاكم اوكي وهذا هو تي شيرت الاسود عند الرقبة يجيكم كده شوية ماسك مو زي تي شيرت البيج كان شوية كده انو في هنا مسافة بس هنا شايفين ماسك عند الرقبة تي شيرت سيمبل عادي اسود بس في هذا الديزاين هنا وبالنسبة للإكسسوارات طبعا اخد كمان من سنتر بوينت هذي مجموعة من الخواتم بخمسة عشر درهم كان سعرها بتسع وعشرين درهم وكمان اخت انو انا اموت في تشوكرز فاخت هذا تشوكر كان هذا ماعلي عرض بتسع وعشرين درهم لكن شوفوا كم حبة جيكم كده سيت حبات مرة حلو تشوكر اموت عليه لما يكون على الرقبة واكتر واحد عجبني صراحة هذا اخر واحد اللي في له كده زي الورود الصغيرة توقع انه هيطلع مرة حلو على اللبس وكمان من مارس اخدت جزم صراحة الجزم كان عليها عروض مرة حلوة اخدت هذا السليبر لونه ابيض مع ذهبي حسيته مرة حلو وسعره بخمسة وثلاثين درهم كان فيه الوان كثير كان فيه السود اتوقع والله ما افتكر بس اسود كان اكيد موجود وكمان هذا الكعب صراحة ما قدرت افوت جمال الكعب شفاف هو طبعا الحين ما يبين في اللبس هيبين مرة حلوة واخر شي بالنسبة المشترياتي اخدت من NYX و NYX زي ألسي و كيكو كانوا عاملين خصومات 50% على كل المنتجات متخيرين انا ادخلت وشفت انه 50% على طول الحربة شافتني و جاءت لي السلة قالت لي خدي خدي السلة عارف انك هتتسوقي كثير قلت له اوخ الله يسابحك اول شي طلعني من الكيس هذا طبعا هذا غراء اخدت اثنين على طول لانه مرة حلو سعره كان ارخص من روسيا و كمان عليه 50% عرض فهذا غراء للحواجب يا جماعة هذا المنتج من احلى المنتجات اللي استخدمتها من NYX حتي دا ما عندك حواجب يرفعلك الحواجب عندك حواجب تكون كده ممشطة وتكون كده كثيفة هذا يسوي لكم نفس الافكت ممتاز جربوا ما حتندموا طبعا سويت عليه ريفيو هحط لكم بصندوق الوصف الفلوغ اللي استخدمت فيه هذا القلو وتكلمت عنه بشكل مفصل واللي بعده اخدت هذا الباودر برونزينج باودر طبعا ديب تان هذه الدرجة اللي اخترتها هذه الباودر شوفوا لونه من جوه هنا هذا لونه حلو كده برونزينج تسويلك نحت به مرة حلو وسعره والله يا جماعة على ناسي كم سعره بس يعني الاشياء كلها كان عليها 50% عرض فانت ممكن تشوفوا لانه NYX من بلد لبلد يختلف سعره تعرف يا روسيا سعره مرة اغلى من هنا هنا لما جيت دبي لقيت انه سعره ارخص ثمان اخدت هذه اللوز باودر لتثبيت تحت العين طبعا جربتها بالمحل كانت مرة حلوة حسيتها كده ستعطي افكت مرة حلو أتوقع انها ستضوي منطقة تحت العين بشكل مرة حلو شوفوا شايفين يعني تحسوها واضحة كده فهي قالت هذه اكتر باودر يعني تباع عندنا شوفوا على طول كده بمسحة يد حسيتها تعطي اضاء او تنوير تحت العين مرة حلوين واللي بعده اخدت هذا الكونتور ستك طبعا نجيكم جهتين جهة كونتور والجهة التانية كونسيلر فهذه هي جهة الكونسيلر وهذه هي جهة الكونتور بس اتوقع ان اعطتني مرة غامق والله مرة غامق شوفوا اللون ماندري حسيته غامق زياد عن اللزوم اوكي واللي بعده اخدت كونسيلر كمان هذا فول كفر اسمه can't stop won't stop اوكي هذه هي الدرجة اللي اخدتها طبعا هذا الكونسيلر قالت لي انه فول كفر يغطي مرة كويس اوكي هذا هو الكونسيلر شوفوا خلينا اهطى لكم يا هنا عشان تشوفوا ترى تقيل تقيل وانا صراحة مو من نوع الناس اللي استخدموا الكونسيلر التقيلة احب الميبلين ريوان مية توقع اسمه فراح نجرب هذا ونشوف كيف بس احسه مرة حلو احسه يغطي كل شيء اهم شيء بالنسبة لي صراحة ان الكونسيلر ما يطلع الخطوط اللي تحت العين اخدت هذا اللون الاحمر حسيته مرة حلو الاحمر الغامج مو الاحمر الفاتح مات طبعا انا احب اللبستيك المات ما احب اللي فيه لمعة واخدت هذا اللون البني تعرفوني انا اموت بالالوان اللي لونها بالدرجات البنية اخدت هذول الاثنين طبعا لكل الروج اخدت محدد للروج الاحمر اخدت المحدد الاحمر وللروج البني اخدت اللون البني هذا الدرجة قالتلي مرة حلوة وتناسب كل البشرات 822 درجتها وكمان اخدت هذا المحددات من NYX تعرفوني اموت بالدرجات البنية وهذا تشبه مرة من محددات ماك فاخدت على طول ثلاثة زي بعض لانه ما لاقيت اللون البني الا هذه الدرجة رقمه اس ام ال خمسة وخمسين واخر شي اخدت هذا الروج مات من NYX تشوفوا لونه لونه كده نود شوفوا لونه ريحته كده لبان كمان اشتريت اغراض مرة حلوة الالين فاخدوا اوريكم اياها طبعا من الين من السي وكيكي بما انه كان على عروض مرة حلوة اخدت له هذا الهودي ميكي ماوس لونه وردي وميكي ماوس الين تموت في ميكي ماوس سعره كان بسبعين درهم حوالي صار خمسة وثلاثين درهم وهذا البلوفر اللي اشتريته الالين شوفوا لونه مرة حلوة لونه انت سوى بشعرك عجبك البلوفر مرة حلوة وكمان اخدت له هذا التوب للبيت حسنته حلو كده قماشه مرة بارد باردي جنن وكله الوان مرة حلوة سعره بتسع وعشرين يعني كان تقريبا اربعة عشر ونص درهم بعد الخصم وهذا الكمة الطويل اللي اخدناه مادر ايش يسبوه يا جباعة هذا غششوني بالتعليقات ايش اسم الشي اللي يجيك كده كمه طويل بادي ولا ايش بس احلى شي فيه انه كده ملون مرة حلوة الاطفال وكمان اخدت له هادي الجزمة حسنتها حلوة لونها كده الباستيل مرة حلو كده على شكل حرية او الديزاين الحرية وكان سعرها بستين وصار بثلاتين درهم هادي هي ومن سنتر بوينت اخدت لالين بانطلون جينز هذا هو الستايل وكده كده زي شفتوا بانطلون ابيض اللي انا بسته ستريت هذا نفس الستايل فعا اطفال هيطلع مرة حلو توقع فالحين رح نقيسه على ايلين والسعر يا جماعة سعره بتسعة وخمسين درهم هذا ما كان على اي عروض وهذا الجينز يا جماعة شوفوا من ثلاثة لأربع سنين وبرضه كبير على ايلين عند الخصر شايفيت ايلين شوفي انترى لازم تسمن ياه اوكي عشان يجي البنطلون تباب عليكي بس خلينا نشوف القصة من تحت شوفوا جاي كده واسع بس مرة كبير على ايلين تخيلوا هذا ثلاثة لأربع سنين واخر شيء لاخدته الالين طبعا ليه ما اخدت ملابس كتير لانه سويت شوپنج لالين اول مرة لما نجينا سنتر بوينت اشترت الاغراض مرة حلوة وسويت عليه هول حتلاقوه كمان بصندوق الوصف فاخدت لها هذا الفستان قد ايش جميل مرة مرة حلو سعره ب 60 درهم حسيت كده كيوو زي فستان الالعاب كده قماشو بارد بارد مرة حلو ويجي معاه هذا الهلا هوب شوفوا كيف ملسقين الالوان خلاص ما يحتاج انك تدوري الهلا هوب موجودين اثنين مع بعض كده مرة حلو الفكرة لما احسه ما يبيعه فستان دائمين لازم يبيعه معاه هلا هوب لانه احان واحد يحتار اش من لون يلبس والأبيض الهلا هوب الاطفال دمار يا سلام يا سلام يا لولي مرة حلو الفستان مرة حلو شوفوا عليه الجزمة صراحة مرة لقت لولي اعجبك الاشي احلى شي اعجبك لولي الفستان و جماعا نسيت اوريكم شي من السي و كيكي كمان كان في الكيس من جوا ما انتبهت شوفوا اخدت اكسسوارات اخدت هذا السلسال يجي كده زي عدة طبقات كده على الرقبة بس لكن حلو عجبني انه عدة طبقات يعني واحدين ثلاثة كيح يكون مرة حلو سعره بتسعة وتلاتين يعني اتوقع كان بعشرين او تسعة عشر بعد الخصم كمان اخدت هادول الحلقان صراحة هلقان مرة غريبة صراحة ستايل مرة غريب مادر كيف حيطلع لكن هذه اتوقع تلبسوها مو بالطول تلبسوها بالعرض عشان تغطي لكم الاذن توصل من هنا الى هنا ستايلها شوية غريب ولكن حبيت اجرب الاشياء الغريبة واتوقع انه خلصنا كده يعني ورعتكم كل الاغراض اللي اخدتها وان شاء الله تكونوا مبسطتوا فبما انه شفت كل الاشياء اللي البستها اكتبوا لي تحت بالتعيقات ايش احلى قطع عجبتكم واكتبوا لي كمان انتو فين تسوقتوا ايش اشياء اللي اشترتوها وايش احسن محل لقيتوا فيه عروض كويسة انا بالنسبة لي صراحة ارسي وكيكي كان عليه عروض مرة حلوة وبس ان شاء الله شوفكم على خير بفلوك تاني اهم شي لا تنسوا تتعاموني باللايك بس